بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ منوى بعض الناس يريدون أحياناً أن يسيحوا في بلاد الكفر فيؤنب ضميره فيأخذ بعض الكتب ويكون رايحين للدعوة طيب الله سبحانه وتعالى يعلم قصدك الحقيقي ثم الإنسان إذا ذهب إلى بلاد فيها كفر ومعاصي مبقات يتأثر ولذلك لابد أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى